وزارة الداخلية أذن كما أذكر رفضته هل تتوقع حدوث تغيير المرة دي؟ آه طبعا طبعا أولا التغيير ينبع من أنه هذا القانون يستند بالأساس إلى نصوص الدستور وحتى التعريف المواطنة جاي من الدستور وأنا بس أذكرك بالنائبة المحترمة أمنا نصير كانت قالت رأيي أن إلغاء خانت الديانة حيسهل في عملية اختلاط الأنساب اختلاط الأنساب يعني اختلاط الأنساب ده الواحد عشان يروح يتجاوز واحدة بيسأله على أبوه ويسأله على أمه وخالته متجوزة مين وبيشتغل فين؟ جريه يا أصدر عامر هو يعني مثلا اللي بيتجاوز ده بيخش يشتري حاجة من عمر في أندي ويخرج ويجيب شهادة من الكريسة من المساوزة لا يعني إحنا مسلمين مع بعض ما في ناس بيحبوا بقى بتجاوزوا كده عادي لا ما اللي بتجاوزوا عادي دي ما فيش مشكلة بقى إنما لما يكون فيه جواز بصحيح بقى ما احنا نتكلم بقى بصراحة حد جاي يتجاوز بنتي بسأل على أبوه وبسأل على أمه وإخواته وخالته دخلت السجن وعمه ومش عافرح فيه بنعرف البيانات كلها ونفس الحكاية بالنسبة للعروس احنا هنضحك على بعض تيجي تقولي خلطة في الأنساب أنساب مين يا عم؟ أنساب مين؟ ده الواحد علشان يجوز بنته بيعمل الانترفيوه وبعدين قبل الانترفيوه بيروح يزوروا أهله وأهله يزوروهم ويجيبوا هدايا لبعض ومش عارف مين عملته هي الحكاية أنت كأنك بتقولي اللي بيخش تجوز ده بيخش يشتري حاجة من عمر وياخد بعض وياخد ونفيش كلام من ده فالخوف من أنه الزواج زي ما واحد يقولي بس يا دكتور أمنا نوسر من حقا تقول رأيك يا نائبة يعني لا تقديمها آه طبعا ويعني أنا مش من حقا تقول رأيك هي من حقا تقول رأيك وانا مش من حقا تقول رأيك حاجة غريبة قوي أيوه أنا من حقا تقول رأيك هل في جواز زيجة مصرية محترمة بتحصل من غير ما العريس بيسأل على العروسة والعروسة بتسأل على العريس يا حفظ فيه يخطفها ويطلع ده طلع مسيحي ده طلع مسلم لا ما فيش كلمان ده طب ده مش يساهم في زيادة الزواج العرفي يعني المأزون انت هنا بيدقق وعنده معلومات ويفحص ويمحص لكن هنا بقى بشكل كبير هنا بقى الموضوع هيبقى مفيش ديانة موجودة يعني ايه يعني ممكن يساهل موضوع الجواز العرفي مش كتير يعني ممكن تتجاوز مسلمة من المسيحي والعكس صحيح لأ بقى وهنا بقى مفيش حد بيدقق في المعلومات اللي موجودة في الرقم القومي سؤال مطروح وحنا عندنا مظاهر لزواج العرفي ومؤشرات ما يكون فيه نية بين اتنين مختلفين في الديانة ان هم يتجاوزوا عرفي بيبص كده في البطاقة دي مسلمة لا مش هتجوزها تمسيحي لا مش لا يا حبيبي ده هم بيبقوا متفقين على الجواز العرفي سواء كان بقى يهودي مسلم مسيحي متفقين على كده انما خانة الديانة مش هتمنع انهم يتجاوزوا عرفي هتمنع زواج عرفي غير مؤلم بطبيعتهم والجواز العرفي فيه الغالب جواز سري فهل بقى تتصور انه في الجواز السري يتم الافصاح وتقديم البطاقة والرقم القومي لا مفيش كده يعني دلوقتي يا سادة النايب بعد ما اتتشار خانة الديانة هل هذا القانون يعني حيتيح لأي موطن قبطي يعني زي ما قال سادة المستشار مثلا انه تولي الوزارات السيادية زي الخارجية والداخلية وما شبه زلك بص انا عايز اعرف هل ده حيحل اه حيحل عامل من ضمن العوامل ليه اذا بقولك العامل النفسي انه هيرسخ لدى المواطن المصري انه لا فارق بين المسلم والمسيحي هيرسخ في وجدان وهذا الكلام احنا عايزين نغير الثقافة عايزين نغير ثقافة الشعب نفسه بانه المصريين واحد مش اتنين مش عنصرين مش شريكي الامة لا الكلام ده مش موجود المصريين هم المصريين فيه واحد مسلم واحد مسيحي واحد درزي واحد بهاقي ما ليش دخل انا بالكلام ده انا اللي ليه دخل بيه بس الجنسية المصرية بيه بيه بيه